اختلفت معيشة أبناء المهرة كثيرا منذ وصول القوات السعودية لها والتي وصلت إلى شرق اليمن واستقرت بعيدا عن مناطق الصراع ومعارك استعادة الشرعية من ميليشيا الحوثي الصيادون أبرز في آت مجتمع المهرة طالتهم المعاناة أيضا بسبب ممارسات وقرارات القوات السعودية هناك والتي منعتهم من الاستياد في سواحل سيحوت في صورة من صور التهديد والاستهداف لمصدر دخل وحيدا لشريحة كبيرة من أبناء المهرة تمنع القوات السعودية الصيادين من الاقتراب من المواقع العسكرية المستحدثة التابعة لها في سواحل سيحوت وتمنعهم أيضا من الاستياد في فترة ما بعد الظهيرة إجراءات وصفها الصيادون بالتعسفية مناشدين الحكومة الشرعية التي يغيب صوتها ويتلاشى حضورها في المناطق الشرقية بالتدخل للسماح لهم بمزاولة أعمالهم تحت شعار استعادة الشرعية تدخلت القوات السعودية والإماراتية في اليمن وانشغلت بأجندات أخرى بعيدا عن هذا الشعار والتفتت للسيطرة على الجزر والسواحل والموانئ فيما أبناء اليمن يواجهون مصيرهم وتتفاقم معاناتهم دون حكومة أو تحالف منقذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر